تفقد قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن طيار فائز التميمي معسكر اللواء بارشيدة مطلعا على برامج التدريب التي تقوم بها المنطقة لمواكبة التطوير والتحديد في مجال التسليح والتدريب والوقوف على احتياجات المعسكر والأفراد واستمع اللواء التميمي إلى شرح مفصل من قائد المعسكر العميل عبد الدائم الشعيبي حول سيل برامج التدريب العملياتي والتدريبي واللوجستي والمهام والواجبات المناطة بها والخطط المستقبلية والصعوبات والاحتياجات التي تواجه اللواء وأشاد اللواء التميمي بمستوى جاهزية وانضباط قيادة وأفراد اللواء بارشيدة مؤكدا على ضرورة رفع مستوى القتالي مشيدا بروحهم القتالية وجاهزيتهم العالية حثا على المزيد من الجهد والعمل للارتقاء إلى أفضل المستويات العسكرية وموجها بتوفير جميع متطلبات اللواء وتخلل أزيارة عرض عسكري لسراي اللواء أمام قائد المنطقة العسكرية الثانية والوفد المرافق له